أبيان تعود إلى واجهة الأحداث مجدداً وبعد أيام من أعلان القوات الحكومية عملية عسكرية في المحافظة يتحرك المجلس الانتقالي في ذات الاتجاه للمشاركة في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة كما يقول فالمحافظة التي تشهد تقلبات منذ سنوات في الجانب الأمني يبدو أنها ستكون على موعد جديد مع المواجهات المسلحة في غالبية مناطقها خاصة تلك التي تشهد تواجداً لعناصر متشددة مصادر عسكرية في المحافظة تحدثت أن العملية العسكرية سارت وفق مخطط لها وكانت مناطق في محيط مديرية شقرة مسرحاً للعملية المشاركة إذ بدأت بمداهمة مواقع التنظيم هناك وعرفت شقرة بأنها أكثر المديريات توتراً بين القوات الحكومية وفصائل عسكرية أخرى تابعة للانتقال خلال السنوات القليلة الأخيرة هذه العملية جاءت بعد وصول وحدات عسكرية من التشكيلات التابعة للانتقال إلى أبيان عقب تزايد تحركات مشبوهة لعناصر جهادية في المديريات الوسطى في نفس المحافظة وسعيها لتحويل تلك المناطق إلى معسكرات تدريب ما هو ملاحظ أن تحرك الانتقال في أبيان التي لا يزال فيها عدد من الموظفين التابعين للأمم المتحدة مختطفين منذ ما يقارب خمسة أشهر يتقاطع مع مواقفها السابقة في المحافظة ذاتها غير أن المحافظة المضطربة تبدو هذه المرة مع واقع مغاير قد يكون مختلفاً جذرياً عما سبق وهو ما ستكشف عن قادم الأيام اشتركوا في القناة